لا يكاد يمر يوم دون عملية إرهابية جديدة في عدن موجة اغتيالات وتفجيرات لا تهدأ ولا تترك أبناء المدينة يلتقطون أنفاسهم خلال اليومين الماضيين شهدت المدينة عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مقارة حكومية وحواجز أمنية مساء الجمعة كانت عدن على موعد جديد مع تفجير إرهابي استهدف حاجز تفتيش بالقرب من سور مبنى محافظة عدن في مدينة المعلى واسفر التفجير عن مقتل سبعة من رجال الأمن وفي صباح السبت صحت المدينة على صوت انفجار عنيف عقب استهداف مركز شرطة الممدارة بقنابل يدوية في المرة السابقة أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة داعش مسؤوليته عن التفجير ونشر اسم منفذها أويس العدني ووصف بيان التنظيم الجنود الذين قتلوا بأنهم يتبعون المرتد هادي متوعدا بمزيد من العمليات يأتي هذا التفجير بعد يوم واحد من تفجير مماثل قرب قصر المعاشيق مقر إقامة الرئيس هادي ونائبه وهو التفجير الذي أعلن نفس التنظيم مسؤوليته عنه أيضا وتتهم الحكومة مليشي الحوثي وصالح بالوقوف وراء العمليات عبر تنظيمات إرهابية ذات علاقة بأجهزة أمنية تتبع الرئيس المخلوق حيث أكد وزير الداخلية حسين عرب في تصريح له اعتقال عدد من منفذ عمليات الاغتيالات في المدينة مؤكدا علاقتهم بالانقلابيين وقال عرب في تصريح النقلة عنه صحيفة عقاض السعودية إن القيادات الانقلابية في صنعاء تقف وراء أعمال الفوضى والاغتيالات في المناطق المحررة سعيا منها لإغراق هذه المناطق بالفوضى ومحاصرة السلطات الشرعية